لماذا تغير بعض أنواع الأسماك جنسها كتحول أنثى إلى ذكر أو ذكر يتحول إلى أنثى؟ تابع معنا في الحلقة الأولى من مسلسل بلو بلانيت شاهدت أحد أغرب أمور طبيعة حيث تحولت سمكة أنثى إلى ذكر وبدأت في مهاجمة الذكر الآخرين ومنافستهم على الإناث وأماكن الإخصاب كما يفعل أي ذكر آخر فما الذي حدث بالضبط؟ إن تغيير الجنس هو أمر شائع في الأسماك حيث تتحول الإناث إلى ذكر بروتوجيني أو من ذكر إلى إناث بروتوندوري أو بين الجنسين أو في الاتجاهين حسب الظروف وتعرف هذه الظاهرة تغيير الجنسين بالتخلط المتسلسل حيث تعتبر أحد أغرب أمور طبيعة في أسماك الكوبوضاي الموجودة في الحلقة تتغير الإناث الكبيرة إلى ذكر خلال ثمانية أيام فقط من الإنعزال حيث تتغير بشكل جدري على المستوى العضوي والسلوكي وحتى الشكل الخارجي لذكر كامل في هذه الحالة يمكنها منافسة الذكر الآخرين من كبار الحجم على الإناث وعلى أماكن التبويض والإخصاب وبهذا تحصل على عدد أكبر من النسل مما لو كانت أنثى أما إذا كانت الأنثى صغيرة الحجم فلا تقوم بعملية التحول هذه لأنها لن تستطيع منافسة الذكر الأقوياء أصحاب الأجسام الضخمة التي تعطيها الفرصة للتكاثر والنمو التغير من إناث إلى ذكر هو الشائع في عالم الأسماك وذلك بسبب نظام التزاوج المنتشر بينهم والذي يعتمد على ذكر الضخمة تسيطر على أماكن التبويض والإخصاب التي تفضلها الإناث وبالتالي تكون منافسة لصالح الأسماك كبيرة الحجم أما صغيرة الحجم فمن صالحها أن تبقى إناثا حتى تستطيع التكاثر والنمو لكن ما يحدث في بعض الأنواع التي تبدأ حياتها كإناث أن يتحول بعضها إلى ذكر شبيهة بالإناث تتلصص خلصة بين الذكر الكبيرة وتقوم بإخصاب وبويضات الإناث من خلف ظهر الذكر المسيطر يحدث هذا في الأسماك كثيرة العدد التي لا يستطيع الذكر الرئيسي مراقبتهم بشكل جيد أما في أسماك الكوبوضاي فلم يلاحظ وجود مثل هذه الذكر المتلصصة لكون أعدادها صغيرة الأمر الآخر هو تحول الذكر إلى إناث ويحدث هذا الأمر بشكل أقل من تحول الإناث إلى ذكر ويكون في الأسماك التي تتزوج بشكل ثنائي أي ذكر واحد مع أنثى واحدة طول موسم التزوج أو حين يكون التزوج بشكل عشوائي دون مرجعية للحجم لكن الإناث كبيرة الحجم تعطي نسلا أقل من صغيرة الحجم وبالتالي يكون البقاء في هيئة الذكر أفضل لصغار الحجم للحصول على إنتاج أكبر وعندما يكون في الحجم يتحول إلى أنثى كما في أسماك الأنيوم سمكة فيل نيمو حيث يكون هناك أنثى واحدة كبيرة وذكر واحد صغير وأفراد أخرى لا يتناسلون وعندما تهلك الأنثى يتحول الذكر إلى أنثى وأخيرا التحول بين الجنسين كما في أسماك الجوبي التي تعيش في الشعاب المرجانية وهو أمر غير مفهوم كليا لكن يعتقد العلماء أنه بسبب طبيعة سلوك هذه الأسماك التي تعيش في مناطق معينة بشكل منعزل مما يجعل عثورها على رفيق أمر نادر وصعب لذلك فإن طريقة التحول هذه تسمح لأي فرضين أن يتزاوج معا بمجرد أن يتحول أحدهما للجنس الأخر كيف يحدث هذا التحول إذن؟ في الأسماك التي تتحول بين الجنسين يكون لدى أي فرض جهاز تناسلين يجتمل على أنسجة مذكرة ومؤنثة أي خنثة وبهذا يتم التحول بسهولة أما في الأنواع الأخرى كما في أسماك الكوبوضاي فيكون التحول بشكل جدري ودراماتيكي حيث لا تحتوي أجهزة جنسية إلا على الأنسجة المخصصة للمضايد ويتم التحويل لأنسجة الخصية من خلال التغير في نسبة الهرمونات الجنسية المذكرة والمؤنثة مصدر هذه المعلومات الموجودة في هذا الفيديو هو موقع OpenLearn دمتم بخير